مشاهدنا لمناقشة أهم البنود التي جاءت في قانون المالية لسنة 2016 يحضر معنا في الستوديو السيد منصور عبد العزيز عضو اللجنة الاقتصادية بيئة البرلمان مساء الخير سيدي مهلا مساء الخير بداية كما كنا نستعرض استعرضنا بعض من البنود التي جاءت في قانون المالية لسنة 2016 الملاحظ أن هناك زيادات وفرض ضرائب بما فيها على أرباح الشركات إلى غير ذلك رسوم ضريبة على تأمين السيارات نسب متفاوتة رفع حوالي 17% ضريبة على المازوت والإنترنت والكهرباء وغيرها من البنود التي جاءت في قانون المالية لسنة 2016 بداية نقول سيدي كيف ترون هذه البنود التي جاءت في قانون المالية لسنة 2016 بسم الله الرحمن الرحيم نشكر قناة النهار على هذه الاستضافة في العموم مشروع قانون المالية هذه المسودة لهذا المشروع 2016 يترجم صراحة سياسة شد الحزام بعدما كان الوزير الأول يسرح ويقول نحن في مرحلة التحكم والرشادة في الاقتصاد الوطني لم نصل بعده إلى درجة الخطورة ولكن مسودة هذا المشروع بهذه الزيادات وتراجع على سياسة الدعم تبين باليكاين توجه نحو مد اليد إلى جيب المواطن ونعرف بل المواطن والحلقة الأضعف بعد أن تجنبت الحكومة مد يدها المواطن في قانون المالية التكملي 2015 نجدها في هذه المسودة بعد مناقشتها في المجلس الشعب الوطني والمصادقة عليها تمد يدها إلى هذا المواطن بعد تراجع سعر صرف سعر الدينار الذي كان بصفة إرادية لزيادة من مداخيل إتوات المحروقات مما مسى بطريقة مباشرة القدرة الشرائية للمواطن إذن المواطن الجزائري بهذا المطالق تخفض أسعار الدينار يعيش أزمة في القدرة الشرائية لأن تراجع سعر صرف كل المواد المستوردة زاد سعرها السيارات والسكنات والمواد الوسعة للسهلاك ثم بعد ذلك يأتي هذا القانون القانون المالية لفرض رسوم جديدة وضرائب على بعض المواد المستوردة وعلى الطاقة والكهرباء وعلى بعض التكنولوجيات الحديثة كالأنترنت إلى آخره إذن جزء منه نثمنه لازم الدولة تفرض بعض الضرائب ولكن دون التراجع على المبدأ الدستوري وهو أن الجزائر دولة اجتماعية كما ينص الدستور يجب أن نحافظ على قدرة شرائية على المواطن وعلى هذا المواطن بمعنى لا يجوز أن نحمل المواطنة وحده تابعات الأزمة الاقتصادية ونقص السيول المادية التي تعيشها الحكومة الجزائرية بسبب تراجع أسعار المحروقات وكذلك تراجع إنتاج المحروقات من البترول والغاز كذلك تراجع سعر الغاز وتراجع سعر الدينار إذن هذا لا يجوز أن يتحمله المواطن وحده لكن سيدي إذا هناك مسودة وهناك العديد من النقاط التي أثيرت فيما يخص قانون المالية لسنة 2016 لكن على النقيض هناك بعض البنود التي تخدم الاقتصاد الوطني وتخدم الصالح تخدم الفرد من بينها مثلا إذا قلنا رفع رسوم الجمهورية على أجزة الإعلام الآلي ما بين 30 حتى 60 بالمئة وهذا راح تكون في تعزيز نمو الصناعة الوطنية يعني خاصة القطاع المحلي أنا أساند هذا الطرح بمعنى يعني رفع الرسوم على المستوردات والأجهزة المستوردة غير المنتجة في الجزائر وحتى نحمل اقتصادنا الوطني يجب رفع هذه الرسوم حتى نضيف واردات للخازنة الجزائرية كذلك أنا أحسن ما أثمنه وهو اللجوء لتمويل المشاريع الكبرى إلى رؤوس الأموال للمستثمرين ما تبقاش خزينة الدولة هي لتمويل المشاريع الكبرى مثلا كالميناء الدولي ولا كالطريق الصيار سمعنا في موجود في هذا المشروع رفع القاسيمات على السيارات التي كان من ورائها الوزير السابق أحمد ويحيى في 1994 لما كانت خزينة الدولة فارغة لجأ إلى رفع القاسيمة على السيارات نشوف بالليمة لازمش نزيده في القاسيمة هذه بنسبة كبيرة لأننا زجنا في هذه القاسيمة والمواطن لما يقتني السيارة ره يدفع للإيتيوات الجمهورية ويزيد كذلك يدفع التأمين تع السيارة هذه لازم نفرقه كذلك بين السيارة إلى غروس سيينندري اللي عندها الكاتكات ولا حاجة كبيرة أو سيارة صغيرة وشفنا في قانون المالية تعالى 2016 أن جزء من هذه الموالد 35% تمشي إلى بناء الطرقات وصيانة الطرقات الكلام نقولها على طريق السيار كان لابد كان من يحلو كان الحكومة التجأت إلى تمويل طريق السيار عن طريق أموال المستثمرة الأجانب ولا حتى الجزائريين مقابل تسيير هذا الطريق السيار أو هذه المنشآت والأموال التي خصصت لهذه المنشآت تمشي إلى مشاريع أخرى لكن على النقيد أن الحكومة أيضا لما رفعت أو زيادة ما بين قلنا 2000 حتى 3000 دينار على قسمة السيارات نقدر نقول أن في ذا السياق أن الحكومة في نفس السياق أنها بررت بأنه طريق أو بررت موقفها بأنه مشروع طريق السيار الشرق غرب يعني من بين المشاريع التي كلفت حوال 11.2 مليار دولار لإنجاز نقدر نقول شطر لإنجاز هذا المشروع يعني قراءتكم في هذا البند بتحديد أنا أقول لك أنا معك في زيادة كل دولة في العالم توقع في أزمة مالية تلجأ إلى الإتوات وتلجأ إلى الروس وتلجأ إلى الضرائب نقول باللي لازم تكون هذه الضرائب معقولة ومدروسة وتكون بصيفة عادلة لا نضر بالمواطن الشيء اللي حبيت نقوله العدالة في قضية دفع الفاتورة الأزمة الاقتصادية التي تعيشها الجزائر المواطن الجزائر في 94 لما كان البترول وصل حتى العشر دولار كان الفردا علي هذا القاسمة ضربك حابين نزيدوا للسعر تعالها القاسمة هو لخليها كما راهي تكفي وإلا نزيدوا إلا السيارات ذات الحجم الكبير لا قروس لا ندري لي كات كات إذن أما المواطن البسيط فهو لما يقتني السيارة هيزاد سعر التحاب 30% بسبب تراجع أسعار الدينار لما يدخلها يدفع إتوات جمهور لما يأمنها راه يدفع رسوم وزدنا له حتى الرسوم على التأمين هكذا الرسوم في القانون تعالى 2016 موجود الرسوم على التأمين إذن حتى لا ننهيك المواطن بمعنى لا تعتمد خزينة الدولة في تعويض نقص السوية المالية إلا على المواطن البسط بمعنى لازم نلتجع من باب العدلة إلى شرائح ذات الدخل الكبير إذن مشروع طريق السيار اللي كانت سفاقت تعه في 2006 في حدود 6 مليار دولار وبعد ما كملناه رحنا إلى 11 مليار دولار ويقولوا بعض الخباراء نحن في 18 مليار دولار ولا زال لم يكتمل الثلث رافي الإعادة على الصيانة التعوي ما زال الإستسان دي بياج ما زال الإستسان دي سونس ما زال الإستسان دي الوازير الإزر دي روبو هذا كمل ما زال ما كمل لهم بمعنى لو كان نكملهم على حسب بعض الخباراء نوصلوا إلى 22 مليار دولار كان شيء كنا نقترحه حنا في البداية في 2007 لما كنا في البرلمية في العهدات السابقة قلنا مليح نمشيه في طريقة لذلك مشافيها القانون المالية تعالى 2016 وهو تشجيع تبميل المشاريع بالأموال تعالى المستثمرين وليس بأموال خازينة عمومية ذوق الحكومة ونحن مثمنوا هذا اهتادت إلى هذا الموضوع وهو أنها تفتح المجال للأموال تعالى المستثمرين لإنجاز المشاريع الكبرى مقابل أنها تسيرها 10 سنة و15 سنة ويكون منك ترخيص من طرف الحكومة يعني تبقى للمدى 60 القانون موجود تبقى للمدى 60 موجود هذا وهذا نثمنه هو نحن معه يعني جانب آخر شق نقدر نقول أنه شق في فائدة حسن أنه صحي أكثر أنه إعفاء الدواء من لاتي فيا باستثناء أدوية باستثناء أدوية ترى فهي هذا لتشجيع نقول صناعة صيدلانية كذلك أنه صرف نسبة 0.5% من رقم أعمال المتعاملين الهاتف النقال لصندوق مكافحة السلطان نعرف هنا في الجزائر أنه مرض السلطان يعني نشوف اللي الدولة دائما يعني يلي يكون على عبقها أجهزة سكانير إلى غاية لكال نقولها شميو تغابي إلى غاية هذا 0.5% اللي راح تصرف راح تكون في فائدة المواطن أنا معه لابد من هذه النسبة لتغطي أولا كيف ترون النسبة 0.5% نشوفها صغيرة شوية ممكن نرحو حتى الـ 1% على خطر لا تأخذ من المواطن لا ندفع المواطن المواطن إلا تروح للمتعامل الاقتصاديين وللمنتجين الكبار إذن حتى 1% ما تضرش في إطار إذا كنا نحافظ على مرض السلطان وللعلم بأن مرض السلطان يزداد بكثرة في الجزائر بأسبب كثيرة نمط المعيشة والاستهلاك والمواد الكيميائية التي هي موجودة في الأغذية التعنق إذن الشيء اللي قلتي هو ليجا في المشروع 2016 وهو ذكرتنا في البداية وهو المحافظة على الطابع الاجتماعي للدولة الجزائرية الدستور ينص على اجتماعي الدولة الجزائرية نحن موجود دولة لبراية متوحشة ولذلك موجود مجانية الصحة مجانية التعليم موجود لك جامعة خاصة ليحب يروح يداوي بالدرهب موجود مشافي خاصة يداوي يروحون بالأموال ولكن الدولة تضمن العلاج المجاني لطبقات الهشة وللمواطنين لديه ضمن اجتماعي عام في القطاع الوظيف العمومي وللخاص راه بالضمن اجتماعي الفئات الهشة الأخرى غير وجراء الدولة اللي نتكفل بهم ومخصة وقال في المشروع 64 مليار دينار لهذا الموضوع ولذلك نثمن كذلك ما جاء في المشروع في قضية رفع تيفية عن إنتاج الصيدالة المواد الصيدالة الدولة علاش باش نشجع الإنتاج الوطني اللي قلت عن إنتاج الوطني لأن الجزائر عندها مؤهلات في المستقبل باش تكون قطبة على بيو على إنتاج الأدوية كما كانت في السابق مع الأردن تلتحق بالأردن وهذا يشجع الإنتاج الوطني للصيدالة والأدوية المحلية بعيدا عن الأدوية ذات الكمالية يعني الأمور لم يعوضها للمواطن في الضمان الاجتماعي هذه الكماليات ما نهضر الشعلي ولكن في العموم أن نشجع الحفاظ على مجانية الطيب ولا الدواء ندعم الدواء باش نشجع الصناعة الوطنية للدواء طيب فيما يخص رفع أسعار البنزين على اختلافها يعني نقوله الممتاز والعادي وبدون رصاص إلى ثلاثة دينار رفع أسعار البنزين كان من 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 الاجتهادات التي كان اجتهادها وزير وزير أظن وزير تجارة في 2011 سلم جاءتنا أزمة الزيت وكانت البنك النقد الدولي الأفهامي كان نضغط نقوله وش نضغط هو نصح هو وجه باش الحكومة الجزائرية تخرج من سياسة الدعم على بل الدعم يكلفنا اليوم 29 مليار دولار في 2012 كان هذا المبلغ يساوي 18% من بي بي الدخل القومي واليوم ره يساوي الربع 25% من الدخل القومي إذن في 2011 وزير تجارة كان الخضاء مبادرة وقل أظنه بنبادة قال رح نرفعوا الدعم ولكن الأموال ترح في شكل منح للفئات الهشة حتى لا يستفيد الغني كما يستفيد الفقير أنت الفارينا يشريها صانع الحلوة بنفس سعر يشريها المواطن البسيط الخبزة يعني مثلا المزوت اللي عنده السيارة الكبيرة نفس الشيما اللي عنده السيارة الصغيرة السكر صانع الحلوة ولا كوكاكولا تستعمل السكر بتعنا بنفس السيارة اللي يستعمل المواطن إذن ما كانش فيه عدالة وفرحنا لما سمعنا في 2011 وزير تجارة أخذ المبادرة ولكن تراجع لأي اليوم الناس هذا ما تطبقهاش إذن الأفهم في مؤخرا ما زال يضغط ما زال ينصح الدولة الجزائرية أنه في 2016 يقول في 2019 يبقى لنا 9 مليون دولار إذا كان 60 دولار البرميل إذا كان حبط تحت 40 دولار البرميل ما يقول لاش في 2016 ولذلك النصيحة والتوجيه تعالي الأفهمي أن الدولة الجزائرية لازم تروح إلى رفع الدعم ولذلك أنا نقول بالليل الدولة لما جدت في هذا المشروع تعالي 2016 وتوجهت نحو رفع الدعم هي مجبارة ما وش خير اقتصادي وجدت نفسها مجبارة بعد ما مشات في إطار سراء السلم الاجتماعي وعلمت المجتمع الجزائري وشعر الجزائري ثقافة الاستهلاك وجيبه الكيوي وجيبه البنان وجيبه التماليات وبعد 15 سنة الشعب ولف هذا العقلية تعالي الاستهلاك اليوم الحكومة لما حبت تزير السنتورة تشد الحزاب صبت صعوبة في مواجهة المواطن ولذلك هي حكيمة هي تمشي بالتدرج كانت رايح تدير هالإجراءات القانون المالية التكميلي تعالي 2015 ولت أجدتها القانون المالية هذا 2016 وهي محق إذن نشوفنا نجد نجد كما داروا الجينتا المغرب وتونس مثلا عندهم مدة من اللي سمعوا الأفامي ورفعوا الدعم على المازوط هذا وليصوص ولكن الدولة دارت مينح نجد إحصائيات تعال في أدل هشه المددولهم مينح تروحوا بشرة في أجور تحم ولكن لازم نبيعوا المازوط وليصوص بالسعر الحقيقي حتى الخبز حتى باش المواطن ما يبذرش يعرف قيمة هذا شيء ممكن يبذر فيه ولا ممكن يلوح فيه إذن نحن نخذ العبرة قلت من الجير نتوعنا ولسنا بيدعى من نمد السعر الحقيقي تعل البنزين والمازوط إلا أنه أنا عندي ملاحظة أنا دائما نعود نولي لجالب الاجتماعي وتع اجتماعي الدولة الجزائرية وإحترام الدستور أنه يجي بالمحافظة على الفئات الهشة لماذا لأن هناك مراعاة وموزنة بين الطبقة الاجتماعية الطبقة الاجتماعية في قضيات زيادة في المازوط والليصوص لماذا لأن المازوط مرتبط بكثير من القطاعات مرتبط بقطاع النقل بمعنى المواطن تسعر النقل تزيد على خطر المازوط يزيد الشاحنة تمشي بالمازوط عندك كطاع الفلاحة يسقي بالمازوط الموتوراتك بالمازوط إذن تزيد المواد الفلاحية الصيد البحري الفلايك على الصيد ولا يمشون بالمازوط تزيد إذن كل ما له علاقة باستعمال الطاقة هو استعمال الطاقة لما تزيد هو ظاهرة صحية أنت بلاد لما تكون بمعنى راه الاقتصاد تحافية تطورها الصين أو الدولة مستهلكة للغاز والبيترول إذن اقتصاد تحافي نمو نفرحه لما نشوفه المواطن ونشوفه استهلاك كبير الطاقة هذا يدلب للاقتصاد تحافية في حركية وفي نمو ولكن لازم نحاذر على الفئات الهشة لأنها ما تقدرش في هذا الإطار قلنا خفضنا سعر الدينار ظرينا القدرة الشراء انسفنا كل زيادة تعال أجور من 2011 حتى فرحوا العمال الجزائريين بالزيادات ثم لما جينا لتخفيز سعر الدينار ظريناهم ذوق رح ينمشي ونرفعوا الدعم على المواد الواسلة سعلك رح ينضرهم أكثر ولذلك أن نقول باللي مليح المواطن هما رح يزيدوا 2.99 في المواطن و2.66 في المواطن ممكن حتى الحليب السعر التاح والحقيقة خمسة خمسين دينار خبزة سعر التاح 20 دينار ثم 18 دينار مليح السعر الحقيقي هو الذي يتداول في السوق باش المواطن يكون على وعي يتحمل سؤولية من بالدرج ولكن هنا يجي تدخل للدولة التي عليها ان تجد الآليات باش دعم في آت الهشاء وباش تكون عدالة في قضية الدعم لا يستفيد الغني من إعانات تقدمها الدولة للفقارة السيد منصور عبد العزيز عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان شكرا لك جزيلا شكر على كل هذه التوضيحات